بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة راح تكون عن او كذا محاضرة راح تكون عن ترانزميشن لاينز الستيدي ستيت مني تتكلم او بال يعني تتركز حول دراسة ترانزميشن لاينز و حساباتها بحالة الستيدي ستيت تعتمد كثير على معادلة او معادلتين هي ممكن تنشمل بشكل مصوفة مصوفة بسيطة هي اربع برامترز تعرف بالABCD برامترز راح نلاحظ انه كل المسائل اللي راح ننقشها تعتمد بشكل رئيسي على الاربع برامترز الاربع برامترز الاربع برامترز تحفظ بشكل مصوفة العلوية هذه و معادلتين هي نفس الشيء هي حاصة ضرب المصوفتين ببعض من أجل ستعتمد برامترز 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 ممكن اختصارها بالأربع الحالات في حالتين أو ثلاثة مهم وجودة بالجدول لكن أهم الحالات هي هذه الحالات اللي أمامنا حالة الشورت لين لما تكون أقل من ثمانين كيلو طول الخط ممكن يطبق الاختصار هذا بحالة الأي والدي تكون بواحد والبي بيكون يساوي ز والسي بتكون بصفر بحالة الميديوم العين الميديوم العين اللي هو من ثمانين إلى متين وخمسين كيلو متر فهذا نطبق المعادلات اللي حنا نشوفها هذه للقيام الأي والبي والسي طبعا الدي دائما تساوي الهي بحالة اللونغ العين بحالة الأكوفلنت وصفل م cant PO يصفرها للمعادلات اللونغ العين أو بحالة أن أكون اللونغ العين سن شاهد بحالة اللونغ العين هي الجزء الأيسر هذا الكوشين والزدسي والساين والمعادلات هذه اللي تكون حساباته شوي معقدة ويعني أطول من الحسابات المبسطة اللي قبل مثال هذا يوضح لنا استخداماتها مثال انه عندنا ثري فيس لاين سكستي هيرتز الفولتيج 345 كيلو فولت الطول 200 كيلو متر فاحنا نتكلم عن ميديوم هالحالة وعندنا 2 كوندكتر سبير باندل وطبعا لها اسم الباندل بما انه معطينا القيام للزد والواي ما نحتاج كثير العرقام للباندل بالأسئلة اللي أنا حاطها ما تحتاج يعني أرقام تكون معلومات إضافية ماها مستفيدة الباور بالرسيفينج اند 700 ميجا وات والباور فاكتور برضو رسيفينج اند 0.99 والفولتيج هو 95% بالفولتيج هذه هي المعطيات بالسؤال بنشوف الفقرة الأولى من الطلب طبعا هي الابcd بالحالة هذه رح نرجع ونطبق المعادلات هذه اللي هي 1 بلس y في z على 2 والb تاوي z والc تاوي y مضروب بال 1z yz في z على 4 طيب نرجع هنا ونشوف حل السؤال هذا ناخد أولا نحتاج أن نحسب z كاملة أو z لأن الزد اللي معطهت لنا small ف بالحالة هذه رح نضرب الزد اللي مطعت في 200 كيلو ف تكون عندنا زد طبعا تكون كابيتل هي z بال أو الحالة هذه تكون قيمة حق الزد اللي هي 0.32 زائدا جهي 0.35 ومضروب في 200 و هذه رح تعطينا قيمة إنها 6.4 زائدا ف الجي 70 أنا سهل أنطلح أيضا بال كومبليكس المترجم اللي هي بالزوعة يعني ليس بال فتكون صاحب تقريبا ثلاثة وال زاوية أربعة وثمانين سنتهيت بعدها بنحسب الواي الواي نفس الشي بنضرب الواي سمول بالأل اللي هو متين نلاحظ هنا مباشاً بس تكون ماضحة كيف نحن عملناها نلاحظ هنا الزد وحدتها هي أوم لكل كيلوميتر والواي هي سيمينز على كيلوميتر فنحن بس مجرد نضربها بالكيلوميتر ونطلع المتاعج نفس العملية بالواي راح تطلع لنا إنها ثمانية فاصلة أربعة مضروبة في عشرة بس ناقص أربعة وطبعاً تزاوية تسعين لأنها بس جاي موجودة فيها كلها مجرد وطبعاً ما ننسى الوحدات هنا اللي هي سيمينز وهنا أوم طيب نكمل على الا الا الـ والب فنقول الا راحي يساوي الـ الا الـ الا كنا ساوي دي و ساوي حسب المعاتلة اللي قبل اللي شفناها هنا انه تسوي واحد زائدا الواي في زي على اثنين فاللي نسويه لنا الان انه بس مجرد نطبق المعادلة فتكون واحد زائدا الواي في زي على اثنين اذا سوئنا العملية الاسابية هذه بتطلع لنا انها 0.9706 والزاوية والزاوية 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 انا ال man 0.5 زائد ую 0.7 0 فأصلح ثلاثة سبعين فأصلح ثلاثة والساوية هي ثمانية واربعين فأصلح ثمانية وسبعين طيب ويبقى معنا ان السي اللي هي السي يتساوي ال الواي مضروفة في الواحد زائدا الواي في زي على أربع حسنا 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 ويبقى معنا سي سي ثمانية 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 Award وقف على أورelle هنا لا ننسى ان الوحدة تكون وطبعا ليه هي بير يونيت يعني ممكن تحطها بيو او تكتب بير يونيت كذا حلنا الفقرة الاولى نوقف هنا ونبدأ بالفيديو الثاني الفقرات البي والسي والدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة